أعزائي الطلاب مرحبا بكم في محاضرة المعرب والمبني من الأفعال قد قلنا إن الأصل في الأفعال هو البناء أي إن أغلب الأفعال مبنية ورسم توضيحي لذلك فالفعل سلاثة أقسام ماضي وهو معرب في حالاته جميعها أمر وهو مبني في حالاته جميعها يبقى الفعل الماضي مبني في حالاته جميعها والفعل الأمر مبني في حالاته جميعها أما الفعل المضارع فيكون مرة معرضا ومرة مبنيا إلى التفاصيل نبدأ بالحديث عن البناء في الفعل الماضي الذي يبنى في حالاته جميعها فيبنى على الفتح وهو الأصل في البناء وقد يكون هذا الفتح ظاهرا إذا لم يتصل به شيء مثل يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء ويكون هذا ظاهرا مثل جاء الحق وزهقه الباطل فجاء وزهقه كل منهما فعل ماض مبني على الفتح لم يتصل بشيء الفتح الظاهر قد يكون مقدرا لو أنه مختوم بحرف من حرف العلة وخصوصا الألف كقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلى أسرى فعل موض مبني على الفتح المقدر لأن آخره الألف هذه التي لا تظهر عليها الحركات كذلك يبنى على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث كقولك قالت قالت هندو فآخر الفعل قالاه مبني على الفتح وعند اتصاله بتاء التأنيث قد يكون بعد أن تحدثنا عن البناء على الفتح في الفعل الماضي نتحدث عن البناء في الضم على الضم نتحدث عن البناء أو عن بناء الفعل الماضي على الضم فيبنى على الضم في حالة واحدة إذا اتصلت به واو الجماعة كقول الله تعالى قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قالوا لوا ألم هنا مضمومة لماذا؟ لأن الفعل مبني على الضم هذا الفعل الماضي لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة قد يبنى على السكون يكون الحرف الأخير ساكنا من الفعل الماضي وذلك إذا اتصلت به تأو الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة تأو الفاعل كقولك فهم فهمتو ها هنا السكون على المين فهمتو أو فهمنا أو اجتهدنا النسوة اجتهدنا اجتهدنا يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل به تأو الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة ننتقل إلى بناء الفعل الأمر والذي يكون مبنيا في حالاته جميعها له قاعدة واحدة تحتاج إلى شيء من التفصيل في شرحها يبنى الفعل الأمر على ما يجزم به مضارعه هذه القاعدة العامة ولها تفصيلات يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه فيبنى على السكون إن كان صحيح الآخر في المضارع نحو ذاكر هنا مبنى على السكون الفعل المضارع منه إيه يذاكر لو أدخلنا عليه لم الجازمة نقول لم يذاكر هنا المضارع من فعل ذاكر يذاكر يجرى بالسكون إذن يكون فعل الأمر منه مبنيا على السكون وقال قول الله تعالى قم فأنذر لأنه قام الميم هنا حرف صحيح ولو دخلت عليه في المضارع يعني ولو دخلت عليه لم الجازمة يجزم بالسكون فهنا يكون الفعل الأمر من يقوم قم مبنيا على السكون كذلك إذا اتصلت به نون إنعث نون النسوة يكون أيضا مبنيا على السكون كقول الله تعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إذا اتصلت به نون النسوة أيضا يكون مبنيا على السكون يبنى على حذف حرف على حذف النون إذا كان في آخره أليف الاثنين أو وو الجماعة أو ياء المخاطبة يكون مبنيا على حذف النون لأنه في المضارع مثلا يذاكراني يذاكراني أخره ألف ونون لو دخلت عليها لم أقل لم يذاكر بحذف ماذا بحذف هذه النون فإذا كان أو كذلك الو أو الو الجماعة أو كذلك المخاطبة إذا اتصلت بآخر الفعل بآخر الفعل الأمري يكون مبنيا على حذف النون كقول الله تعالى إذهبا إلى فرعون إذهبا فعل أمر مبنيا على حذف النون لأنه اتصل بماذا بيعرف الاثنين كذلك لو اتصل فعل الأمر بواو الجماعة يكون مبنيا على حذف النون كقول الله تعالى حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا فعل الأمر مبنيا على حذف ماذا على حذف النون لاتصله بواو الجماعة كذلك إذا اتصلت به يا أول مخاطبة كقول الله تعالى مخاطبا مريم يقول تعالى يا مريم قنطي لربك واسجودي واركعي مع الراكعين فهذا فعل أمر قنطي واسجودي واركعي المضارع منها تقنطين وتسجدين وتركعين فحذفت النون هنا لأن لأن الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع والأفعال المختومة بواو الجماعة أو أولف الاثنين أو يا المخاطبة تجزم بحذف النون فتكون في فعل الأمر مبنية على حذف النون كذلك قد يبنى على حذف حرف العل على حسب مضارع كل ذلك على حسب الفعل في زمن المضارع يبنى على لاحظ في حرف العلة إذا كان معتلى الآخر مثلا افشي السلام يا محمد الفعل المضارع منها يفشي السلام يفشي معذعة يفشي السلام أو يدعو آخر حرف علة فعل الأمر منه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعي الضغطي الحسن يدعو المضارع آخر حرف علة لو جزم أدخل عليه لم أقول لم يدعو فكذلك فعل الأمر يكون مبنيا على حذف حرف العلة لأن المضارع منه يدعو يجزم بحذف إيه يجزم بحذف حرف العلة فتقول لم يدعو هذه هذه الضمة هي الحركة الأصلية للعين في يدعو وليست علامة إعرابية بذلك نكون انتهيناه من المعرب والمبني في جزء واحد من الأفعال وهو الفعل الماضي ثم تحدثنا عن الفعل الأمري ويبقى معنا الفعل المضارع نتحدث عنه في محاضرة قادمة إن شاء الله